بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون في الآية السابقة الله تبارك وتعالى قال وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ من هم الفاسقون؟ في هذه الآية الله تبارك وتعالى يبين أبرز سمات الفاسقين أولا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وثانيا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وثالثا ويفسدون في الأرض هذه الثلاثة من أبرز سمات الفاسقين شنو نتيجة هؤلاء الفاسقين؟ أولئك هم الخاسرون أما السمة الأولى الذين ينقضون عهد الله كانت هناك معاهدة بين الله وبين الناس أخذها الله تبارك وتعالى على الناس كيف أخذ هذا العهد على الناس؟ إما عبر الأنبياء السابقين حيث أخذ العهد على الناس بالتوحيد وعدم طاعة الشيطان واتباع الهوى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أو هذا العهد ما أودع في فطرة الإنسان؟ الله تبارك وتعالى جعل في فطرة كل إنسان أن يؤمن به ويتبعه وإنما بعث الرسل ليثيروا لهم دفائن العقول كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ولكن الفاسقين شنو؟ ينقضون عهد الله هذا العهد الذي أخذ على الناس إما أدع في فطرتهم وإما عبر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه الفاسقون ينقضون هذا العهد من بعد ميثاقه الميثاق يعني ما وقع التوثيق به يعني من بعد استحكام هذا العهد المأخوذ من الناس ومن مصاديق الميثاق المأخوذ على الناس ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فأخذ عليهم بعد التوحيد وبعد الرسالة الولاية في الحديث الشريف يعني أمير المؤمنين وهو الذي أخذ الله عليهم في الذار يعني في عالم الذار وأخذ عليهم رسول الله بغديره هم في الفترة جعلت هذه المواثيق هم الأنبياء أخذوا هذه المواثيق فالسمة الأولى للفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه السمة الثانية ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أمر الله تبارك وتعالى بصلة الأرحام أمر الله تبارك وتعالى بصلة الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته أمر الله تبارك وتعالى بصلة المؤمنين ولكن من سمات الفاسقين أنهم يقطعون كل ما أمر الله به هناك تأكيد في الإسلام على صلة الرحم الإمام الصادق صلى الله وسلم عليه يقول صل رحمك ولو بشربة من ماء وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنه الرسول صلى الله عليه وآله يقول صلة الرحم تعمر الديار وتزيد في الأعمار وإن كان أهلها غير أخيار هذا أثر وضعي عنده فمن سمات الفاسقين أنهم يقطعون ما أمر الله بوصله السمة الثالثة ويفسدون في الأرض بالكوف والنفاق وإتياد المحرمات الفاسق هدف إشباع غرائزة ولذات الشخصية فيفعل ما شاء يهلك الحرث والناس يفسدوا في الأرض هذه سمات الفاسقين الفاسق ما عنده علاقة بالله ما عنده علاقة بأرحامه ما يرحمه ما عنده علاقة بمجتمعه ما عنده علاقة بالبيئة يقطع العلاقات ويفسد ويفعل ما شاء ما هي النتيجة؟ أولئك هم الخاسرون مثل التاجر اللي يخسر رأس ماله هؤلاء الفاسقون يخسرون رأس المال المادي والمعنوي يخسرون أعمارهم فتذهب دنياهم ظنكة وسيردون الآخرة في العذاب والنا أبعدنا الله وإياكم عن الفسق وعن الفاسقين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين